نروح لأحمد الهواري مصري الجهاز الفني النادي الزمالك والكابتن أسامة نبيه عشان ده كلام كتير قوي ده 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 كصة وحكاية كابتن أسامة نبيه النهاردة وتقال إنه كان تعبان وصورته راحت النادي وكان فيه كصة كبيرة نبدأ بس من إمبارح يعني خلينا نبدأ من إمبارح اللي حصل إمبارح كان فيك تماع مجلس إدارة في مطش بلوزدادة كريم خليني أسبق شوية وارجع يعني شوية كده في مطش بلوزداد جهاز الفني المعاون كابتن أسامة وأحمد عبد المقصود أو كابتن أحمد عبد المقصود ما كانش راضيين خالص عن كرارات فريرا في المطش لدرجة إن في الجوة قدت لبس بعد المطش واحد منهم قال نصا مدير فني مش عارف إمكانيات لعبته حد في الجهاز الفني تقال كده في قدت لبس من كابتن أحمد عبد المقصود أو كابتن أسامة نبيه من واحد منهم قال لك مدير فني مش عارف إمكانيات لعبته على فريرا على فريرا فواضح أن بغض النظر بعد أن التصريحات قبل كده تقال لك كابتن أسامة هو اللي عرض أنه يرجع لسه جاي لك بيها أنا قلت إيه أو تسبق معاك مش هو كابتن أسامة يقول لك أنا عايز بديه يرجع ده كلام بيتقال لكن مش حقيق لكن مش حقيق أنا بقول لك فوقت اللبس تقال كده بعد مطش بلوزداد فإنبارح كان فيه اجتماع مجلس إدارة عقد في منزل رئيس النادي خلال الاجتماع رئيس النادي قال لعضاء مجلس الإدارة حصل ترشحات القاعدة دي كان المفروض قاعدة مصورة وهتتزع ولسه ما تزعيتش كان حضرها بعض نجوم الزمالك السابقين كابتن طارق يحيا كابتن الخواجب رشحوا جهاز معاون رشحوا أسماء أنها تيجي كجهاز معاون مصرية مصرية بعض عضاء مجلس إدارة قالوا جماعة تم نجيب للرجل أجانب طالما كده كده الرجل مكمل خلينا بس في قصة الرجل ده كريم أن الرجل مش هيمشي عشان دين ركان على جام في الوقت الحالي مش هيمشي قصة مستحقته المتأخرة وقزمة الدولار وشرط جزائي فنيركن قصة فريرها دي أنا مش هيمشي بسبب قوله مالية خالص مش فنية لازم ألك هي دفع على دولار ولا الرجل هيتنزل عن دولار فنيركن وفريرها على جنب خلينا نتكلم عن الجهاز المصري بعض قضاء مجلس إدارة قالوا بما أن الرجل مستمر نجيب جهاز معاون أجنابي للرجل هو اللي يجيب الناس بتوعه فمجموعة تانية قالت لا مصري برضو ممكن يدخل معاون في صدام زي ما دخل معه سامعو عبد المقصود تم الاستقرار أنه يبقى جهاز مصري اترشح مين اترشح كابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبك أسف المغربي وأنا بقول لك بقى اللي حصل بالزبط كابتن خالد لطيف أمين السندوق اتصل بيه وهم قاعدين في اجتماع مجلس الإدارة كابتن طارق مداش رد اتجهت يعني ايه مداش رد رجل متحفز شوية أنه يجي كمدير مدرب عام لأنه هو مدير فني وكان مدرب عام لمنتخب مصر فمش حابب أنه هو ينزل بالسفين وهو ماشي كويس في المغرب وهو مكسر الدنيا كسب الرجاء تلاتة ورابعة دور المغربي تقريبا خامس انخير لا كان رابع برضو من فترة ففي المنافس وميز كتب المنافس وعنده عروض جوه الدور المغربي من فرق أكبر من أولمبك أسف فالرجل تحفز اتجهت الرؤية أو اتجهت الأنظار لكابتن خالد جلال ومعاه أمير عبد العزيز برضو كابتن خالد متحفز أن رجل مدير فني بقى له كذا موسم أنزل وابقى مدرب عام فأجلوا الموضوع لأنه مش عارفين يجيبه مين وبالتالي استمر كابتن أسامة وكابتن أحمد عبد المقصود لحين الانتهاء من مباراة سموحة بكرة بنسبة كبيرة ممكن بكرة ما يبقوا موجودين خاصة بعد اللي حصل النهاردة خرج التصير حواط من إدارة الزمالك أن الكابتن أسامة نبيه جات له زبحة صدرية وتعرض لأزمة وبتاع خلينا أقولك أن الكابتن أسامة أسرته هو ساكن في أكتوبر أسرته كانت متوجدة في المهندسين عشان والدته كانت بتعمل عملية في مستشفى في المهندسين أسرته لما سمعوا الخبر كلهم راحوا على النادي الرجل فوجئ بهم فافتكر أن والدته لقدر الله حصل لها حاجة فده عمل له أزمة نفسية النهاردة كبيرة جدا وأسرته الوضع كان صعب وزوجته راحت وطلعوا يوسف من التمرين كانت قصة كبيرة جدا ودخلت لمنحن عائلي بسكاته نسانة ما عندوش أي حالة لقدر الله ما عندوش أي حاجة لا ما عندوش أي حاجة وكان موجود النهاردة في التمرين عادي جدا والدولة كانت كويسة جدا فاللي حصل النهاردة من التصريحات دي وأسرته تخضط وراحه فالرجل افتكر أنهما أسرته جات النادي وكلهم موجودين يبقى في حاجة حصلت في المستشفى فالموضوع عمل أزمة كبيرة دخل لكابتن أسامة شوائية مدى أكتر ويرهب في الرحيل أكتر هيحسم القصة إمتى أو القصة دبان إمتى بكرة وفقا لنتيجة مباراة سموحة اللي هاتشها التغييرات بالمناسبة خلينا نقولها في التشكيل عاودة محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك وعوادي شارك في مطش أفريقيا وشكبالا هيبدأ بكرة أساسي شكبالا هيبدأ بكرة أساسي بنسبة كبيرة جنوة مهمة جدا